ولمزيد تسليط الضوء على الوضع الوبائي يحضر معنا في الأستوديو هشمي لزير عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير معهد باستر أهلا بك كيف تصف اليوم الوضع الوبائي خاصة أمام سلالات جديدة لسيما السلالة البريطانية في عدد من المناطق انتشار هذه السلالة في عدد من المناطق وارتفاع عداد الوفيات والإصابات من جديد كما قلت في الأخبار نحن نتوقع الموجه الثالثة بدأت تتأكد بارتفاع عدد الحالات من يوم إلى آخر لذلك هناك عدد تزايد فيما كان لدينا 550 في سحر 16 مارس نهار 30 مارس ألف وثنين والبارح نهار 2 أفريل سمحني ألف وستمئة لذلك حتى تصاعد لها في نسق كبير لذلك نحن في عدد من الحالات الجدد يتصاعد عدد الوفيات أيضا لذلك نحن قادمون على تريود صعيبة يجب أن نستبدأ تعرف ويجب أن نستعمل الوسائل الوقائية وهي الحل الوحيد ويجب أن نستطيع التلقيح كل شيء لكن يبدأ انتشار من النواح هذا وردناه حتى في بلدان أخرى لدينا عدد كبير ونسبة كبيرة جاءت الموجه الثالثة ومعناها لا تغير التلقيح متع ملايين من الناس قادوا الحالات تكاثروا لذلك التلقيح هو حالة للشخاصة لا يزمن المدة هذه المدة لتوقع لكي يقوموا بلقاء الفيروس ليس بلقاءه لكي يقوموا بلقاء الناس التي تحتاجها أولوية الناس المتقدمين في السن والأمراض مزمنة لكن يجب أن ينتشر الفيروس حتى نسبة المناثين في تونس في حوالي 20% لذلك لا يزال 8% من الناس الذين لا يزالوا في علاقة بوريوس العدد من الناس الذين يتلقونه ونزال ضئيل جداً بالنسبة للمجموعة كلها لذلك نستنعون الذين يزيدون ولكن يجب أن نحمي الناس الذين بالتلقيح وأيضاً بوسائل الوقائية والناس كلها هل من إجراءات ربما يكسر منح انتشار العدوى خاصة في المناطق الموبوءة؟ بالنسبة لذلك هناك إجراءات تأخذت وقلت عليهم من حيث التلقيح؟ من حيث التلقيح بدأنا في الأولويات كما قلنا متع الأعمار ومتع الناس الذين يعملوا حالات تنجم تكون مخترة وتنجم تؤدي إلى الوفيات وهما الناس الذين لديهم الأولوية وماذا بينا نحثوهم بش يمشيوا يلقحوا وأيضاً مع العلم اللي بش نكثر وكثرنا الدجاة كثفنا العدد متع التلقيح وفما البارحة علمنا عليه السيد الوزير الصحة ترفيع في عدد المراكز التلقيح في البلاد التونسية أقل تقدير فيما سبعة جدد يجب أن يأخذ مطوعة والأسبوع القادم وفما الفرق المتنقلة لذلك هذا يحدث لكن هذا لا يكفيش لذلك يجب أن الناس تستعمل وسائل وقائية تستعمل التباعد وهذه معروفين تهوير الفضاءات وأيضاً خصل الأيدي إضافة إلى هذا يجب أن نبعده على تجنب التجمعات والمنتقيات والعدة كل الحاجات التي تضع الناس في بعضها في أماكن مغلقة لتفادي انتقال الفيروس بالنسبة للسلالة الجديدة خطورتها على الأطفال خاصة أن الوباء أثبتها عدم خطورتها على الأطفال السلالة الجديدة هي بريطانية والتي لدينا سلالات ليس كلها بريطانية لكن لدينا 192 أقل من 200 متأكدين السلالة هذه وانتشرت في عدة مناطق تونس الكبرى سيليانا سيدي بوزيد سوسواء عدة مناطق أخرى في البلاد التونسية لديها خصوصياتين الخصوصية الأولى التي تنتشر بسرعة الخصوصية الثانية من الأول ظنينا التي لا تعطيش حالات أخضر لكن ظهر التي تنتشر حالاتي يجب أن يكونوا أخضر اليوم رأينا في السباح عملنا اجتماع في وزارة الصحة مع دكتورة نساف بن علي قدمتنا الوضعية الوبائية والأعمار والناس التي أصيبوا خاصة نجدد لا يوجد تغيير في الأعمار هناك بلدان أخرى والناس أصغر قليلا الذين يمرضوا بالمرض لا يوجد الناس أصغر لكن كل شيء وارد يجب أن نحتاط أمام التراخي الذي نجده اليوم هل يمكن الحديث على حجر صحي شامل؟ والله أنا نسبق الأحداث الحجر الصحي الشامل هو من مهام المهام اللجنة الوطنية التي يشرف عليها سيد رئيس الحكومة واللجنة العلمية واللجنة العلمية تعطي مخترحات المخترحات أنا أتأكد الذي يجب أن يكون في أكثر تشديد في حكاية الوسائل الخاصة مدى تطبيق الوسائل الوقائية لتفادي انتشار الفيروس ومن بعد حتى نزلنا نهارين ثلاثة أربعة قبل رمضان لأننا نتوقع ما سيصبح الاجتماع ونرى وقتها الوضع الوبائي وفي عودة الحديث عن التلقيح بخصوص عمل التلقيح تحديدا تلقيح سترازينيكا الذي وصل أمس إلى تونس بحوالي بما يقدر حوالي مئة ألف جرعة كيف سيتم التعامل مع هذا التلقيح خاصة وأنه أثار كثيرا من الجدل وتم تثبت من تسجيل ثمان وفيات في بريطانيا أغزالي صاروا حالات متاع الدم الدم الكواغوي الذي نقوله ترومبوامبوليك في عدد معاين من الناس الذي الكبار خاصة وهذاكا شفنا لا يوجد عدد التلقيح لديهم أكبر حالات من العامة لكن هناك فئة أخرى من الناس خاصة النساء أقل من 55 سنة و50 و40 بريطاني خصوصا الأشخاص من الأول الناس رجعوا تلقيح الذي يستعمل في عدد بلدان لكن يمشي لفئة معينة التي عمارها أكبر من 55 سنة في بعض بلدان كما كانت بلدان أخرى وإلا أكثر من 60 سنة نحن في تونس لجنة اليقظة الدوائية باللجنة العلمية أوسط باستخدام لقاح سترازينيكا البريطاني خصوصا الأشخاص الذين يتجاوز أعمارهم 60 سنة كيف هل من مزيد من تفسير في هذا الموضوع؟ هذا هو صار الاجتماع في اللجنة شفنا معناها المعلومات الجديدة العلمية والنشريات والتعامل وخاصة يجب أن نعرف عشرات الملايين في العالم من الناس اخذوا هذا التلقيح نعرف ما هي الأعراض الجانبية وما هي النسبة كل شيء هي النسبة في واحد في المليون لكن لا نحن نأخذها لهذا اقترحنا أن يكون موجه للناس أكثر من 60 سنة وكما تعرفوا بدأنا معناها في حملة التلقيح والأولويات والأمراض مزمنة لكن نحن نعلم أيضا الذي لدينا عدة دفعات من الفاكسين فايزر كل جمعة عدد كبير وإن شاء الله نمشي في حملة مسترسلة وعدد كبير من الناس سؤال هناك قبل أيام شهر رمضان هل هناك إجراءات جديدة قبل هذا الشهر المعظم ستتخذها اللجنة العلمية خاصة أن هذا الشهر يتميز بالتفاف العائلة والله أخذر شهر رمضان بأسوء مرحبا به وكل شيء لكن من عرش أن كيفية الناس ينجموا وشوفوه شهر رمضان لكن الحالة الوبائية وانتشار الفيروس وموجه الثالثة يلزم تطبيق الإجراءات وخاصة التباعد ومعناها تفادي التشمعات وتفادي كل ما هو من شأنه ليس يؤدي إلى انتشار الفيروس على خاطر عايشين في فترة معناها فاها ارتفاع عدد المرضى والذي نخاف عليه على خاطر توا في تونس مقارنة ببلدان أخرى المنظومة الصحية لا تنجمش الطاوق عدد كبير من الناس في أقسم الإنعاش وفي المستشفيات على خاطر وحتى معناها التاقم الصحي بصيفة عامة معناها في إرهاب كيف هي أقسم الإنعاش اليوم؟ اليوم خلقت معناها في مستوى أكبر من اللي كان الأسبيع الفارطة وعمال يزيد مزلنا معناها فما طاقة استيعاب وطاقة استيعاب تزادة تراهي ثلاثة مرات وأربعة مرات أكثر من اللي كنا قبل نحكي على الموجة الثانية دجا لكن يلزمنا معناها نحافظوا على الطاقة هذه ونحافظوا على المنظومة وما يزمناش معناها نعمل حاجات اللي نجمؤديوا إلى انتشار أكثر نعم إذن وضع دقيق يستوجب مزيداً من الحيطة والحذر وعدم التراخ والتهاون بهذا الفيروس إذن أشكرك جزيل الشكر هشميلو زير عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير معهد باستر